نهار دا كابتن محمد رمضان في تصريحاته قال انه النادي الاهلي بصدد اتمام صفقتين قبل يوم 27 اكتوبر ولو تتذكرون لو تتذكرون تلكم انه الاهلي اعلم بشكل رسمي انه هيعمل صفقاته الجديدة او هيستكمل صفقاته الجديدة في يناير بعد مباراة السوبر كل حاجة تغيرت كل حاجة تغيرت في النادي الاهلي فبالتالي هتسمعوا عن صفقات جديدة سواء محلية او اجنبية الفترة اللي جاية طيب بالمناسبة مارسل كولر كان رافض كل الصفقات المحلية النادي الاهلي ولجنة التخطيط وكابتن محمد رمضان قالوا لا هيبقى في صفقات محلية وهيبقى في اجانب وقبل يناير والاهلي محددك صفقات طيب ايه الاسماء المطروحة ايه الاسماء المطروحة ودي الاسماء اللي الاهلي شغال عليها دلوقت اشتبقى فاهم يعني شغال عليها دلوقت وانا بكلمك كده مصطفى زيكو وعبد الرحمن البنوبي سناء زد مصطفى زيكو وعبد الرحمن البنوبي سناء زد وقفة مهاجم امبي ويجي بعديه اسامة فيصل مهاجم البنك الاهلي مرسل كولر كمان تلقى قائمة ببعض اللاعبين الاجانب في مركزي المهاجم الصريح والجناح من خلال كابتن محمد رمضان كولر طلب مزيد من الوقت ليرسم موقفه من الاسماء المعروضة قدامه عشان يدرس بشكل كويس طيب بالمناسبة بالمناسبة بالنسبة للاجانب في لعب اجنبي مطروح على النادي الاهلي بيلعب في الدور الصيني بيلعب في مركز المهاجم واحيانا في مركز الجناح حتى هذه اللحظة مفيش تفاصيل كتيرة حول التعاقد مع هذا اللاعب او التفاصيل الاهلي وصل لحد فين بس غالبا قبل يوم 27 اكتوبر وربما قبل كده كمان الاهلي يكون ضم لعب اجنبي ولاعب محلي لقائمته للموسم الجديد ده كل التفاصيل ده كل التفاصيل طيب